المتحف الوطني العراقي بعيد دخول القوات الأمريكية بغداد في نيسان أبريل عام 2003 والفوضى التي تلت سقوط نظام الرئيس صدام حسين اليوم أخذت جازة زمنية وقلت أن أذهب إلى المتحف ونرى العصور الأشورية العضارية كلدانية العصور الإسلامية بالمتحف طبعا متحف جميل جدا وأقبل نحو مئة شخص على زيارة المتحف الأحد أول أيام العمل الأسبوعية في العراق بينهم طلاب جامعيون وزوار من مختلف الأعمار العديد منهم يزور المتحف للمرة الأولى إلا أن العاملين في المتحف وخبراء الآثار في العالم لم يخفوا فرحتهم بعودة المتحف الذي سيتيح للعراقيين بالاطلاع على كنوز آثارية من حضارة بلادهم من دون الحاجة إلى زيارة متاحف كبرى في العالم تعرض الآثار كمتحف اللوفر في باريس أو المتحف البريطاني في لندن وتمكنت السلطات العراقية من استعادة نحو 4300 قطعة من آثار المتحف الذي كان يعتبر قبل العام 2003 من أغنى المواقع الأثرية في العالم